موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات حوارات التناصح ما هي الأسباب الحقيقية التي دعت مجلس طبرق إلى تعليق مشاركته في الحوار هل ستلجأ الأمم المتحدة إلى تطبيق عقوبات عليه كما تواعدت من يعرقل الحوار بذلك ما هو مستقبل الحوار الوطني في ظل التهديدات بالتدخل المصري حول مستقبل الحوار الوطني نحاير كل من الأستاذ عبد الرؤوف المنائي الناشط الحقوقي وكذلك الأستاذ خالد الفلاح المحلل السياسي نرحب بهم جميعا مرحبا بك أستاذ عبد الرؤوف أهلا وسلام بك مرحبا أستاذ خالد لو أبدأ بأستاذ عبد الرؤوف أستاذ عبد الرؤوف ما هي قراءتك لتأجيل الحوار بعد الاتفاق على عقده في المغرب طبعا حسب ما ترشح لدينا من وسائل الإعلام ومن التسريبات ومن ما ذكره الساسة سواء كان لهم علاقة بدعم الحوار أو من لهم علاقة مباشرة بحضور الحوار أن هناك الدول الغربية أرادت استبعاد حفتر حقيقة يعني من المشهد السياسي وعليه حفتر موجود بقوة مع الفيدراليين فيما يسمى ببرلمان تبرق وبرلمان تبرق في الحقيقة هو برلمان منحل لا يحظى بأي شرعية قانونية أو شرعية دستورية وعليه فإن هذا التأجيل أو عدم قبول الذهاب للمغرب هو في الحقيقة من أجل ممارسة دغوط لإبقاء حفتر في المشهد السياسي ولكنه لن يبقى وخاصة بعد التصريحات الأخيرة للمبعوط البريطانيا في المتحدة والتي بيّن فيها أن حفتر له سنة كاملة ولم يستطيع أن يدخل بنغازي وعليه فأن هذه الورقة ستنحى جانبا ولن يكون لها وجود في المشهد السياسي في المستقبل القريب أو البعيد إذن هي مجرد محاولة من مجلس تبرق لقضية إبقاء حفتر هناك نزاع بينهم أصلا هو في قضية أنه حول حفتر أخي الكريم لو نستعرض المشهد السياسي بعد نجاح تورد 17 فبراير نجد أن هذا المشهد السياسي هو في الحقيقة من ما يسمى بتيار ليبيا الغد بشقيه من ينتمي للتيار الإسلامي ومن ينتمي للتيار الليبرالي أو التيار المدني أو التيار العلماني كل ذلك سواء وأن أولئك خلال تلك الفترة اقتسموا السلطة وكان كل من انشق منهم في الحقيقة بما يسمى بالمنشقين أنا داك وقد قلنا أنا داك إن الانشقاء سكتوبة وليس سكتقة إلا أنهم جميعا أرادوا إزاحة رأس النظام والإبقاء على هيكلية النظام والإبقاء على التبعية للدول الغربية لضمان مصالح تلك الدول التي دعمت ليبيا في مسألة حلف الناتو والضربات الجوية وعليه عندما اختلفوا هؤلاء المسموم في بتيار ليبيا الغد خليه الصلابي خليه محمود جبريل خليه من معه ظهر ذلك جليا في عمل المؤتمر الوطني عام وفي ضعفه وفي المساومات السياسية رخيصة والتي أتت بزدان ثم باثني ثم بقانون عزن سياسي معيب ومشين ثم إلى آخره يعني لا نريد ولكن نجد أن هذه المجموعة التي تسمى المجموعة المدنية والمجموعة الليبرالية والتي تضم تحالف القوى الوطنية والانقلابيين ويدعمهم حفتر ومن معه من حطام الجيش الليبي ونحن نعلم أن القذافي قد حل هذا الجيش بعد محاولة قروم ورفاقة في سنة 93 وسمها لجنة المؤقتة للدفاع وعليه فمن يزعم أن هناك جيش الليبي موجود فهو عاري عن الصحة طيب هذا بنسبة لي فنتيجة للخلاف الحاصل بين الفيدراليين وبين حفتر ومن معه وهو الجناح العسكري وبين تحالف القوى الوطنية يعني كانوا يظنون أنهم سيزحون ما أسموه هم بالتيار الإسلامي أو بالإسلام السياسي ولكنهم عندما فشلوا من ذلك أصبح كل واحد منهم يعلق الفشل على الآخر وكما يقال أن النصر يولد وله ألف أب وأم والهزيمة تولد وليس لها أحد إذن هو تعليق للفشل ولذلك ذبت بينهم الخلافات وليس تعليق فقط لموعد وتأجيل هذا الحوار يعني أستاذ خالد الفلاح أيضا قضية هذا الموقف الذي اتخذه مجلس طبرق هذا في تعليق مشاركتي في الحوار ما هي قراتك لهذا التعليق أعوذ بالله السمير علي المشتر رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه ومن ولاه وبعد في البداية أحييك أستاذ عبد الله وأحيي ضيفك الكريم وأحيي لأستاذ المشاهدين في كل مكان في الحقيقة تعليق الحوار من طرف البرلمان الملحل يعكس حالة التخبط السياسي التي يعيشها البرلمان البرلمان مهدد بالانفجار ولكن الانفجار سيكون من الداخل بسبب ما ترشح عن وجود خلافات كبيرة بين التيار العسكري والتيار المدني داخل البرلمان سمعنا تهديدات قايد سلاح جو حفتر بقصف البرلمان في حالة عدم استجابتهم لطلبات حفتر أيضا هناك ما رشح من تسريبات عن نية محمود جبريل زعيم حزب تحالف القوى الوطنية عن نيته في إبعاد حفتر عن المشهد بسبب لأنه يعني محمود جبريل شخصية ذكية ويعلم أن حفتر لم يعد ينسبه المرحلة الحالية لا تناسب شخصية مثل شخصية حفتر فهو شخصية عسكرية قديمة تاريخها مفضوح واستمرارها سيعره الجميع ولكن الضربة التي لم يتوقعها مجلس النواب والتي تهدده أيضا هي تآكل شرعيته الدولية هو في البداية كانوا يطمعون في موافقة مجلس الأمن على تدخل مصري وعندما وجدوا معارضة صلبة لذلك الطلب قاموا بتخفيض صقف طربهم بمجرد رفع حضر توريد الأسلحة عن ما يسمى بالجيش الليبي أو ما اسمته الخارجية الأمريكية ميليشيا للجيش الليبي وهي مسمى غريب ولكن حتى ذلك الطلب تم رفضه وعندما يرفض مجلس الأمن طلب لحكومة يعني يفترض بها أن هي ممثل شرعي ووحيد لشعب ما هذا يعني ضمن انسحب شرعيتها وأنها لم تعود تمثل أحدا ولا تمثل إلا نفسها والطيف السياسي المؤيد لها في دولة يعني تعيش حالة انقسام سياسي كبير ولهذا فإن دول العالم تحسب ألف حساب قبل التعامل مع طرف دون طرف فالمشروعية الدولية التي استمر مجلس النواب في الاعتماد عليها لأن المجلس النواب في البداية كان يعتمد على شرعية دستورية في البداية كان يعتمد على شرعية شعبية وهي صندوق الاختراع ثم عندما افتقد لشرعيته الشعبية بعد مطالبة بالتدخل الأجنبي وقيام دولة الإمارات بقصف التوار فقد جزء كبير من شرعيته الشعبية ولم تبق له الشرعية الدستورية والشرعية الدستورية أيضا فقدها بصدور حكم المحكمة الذي ألغى كل ما ترتب على المجلس وألغى المجلس برمته فتبقت له شرعية الاعتراف الدولي وحتى أصبحت صفة ملازمة له في الإعلام العالمي والإعلام الموالي للمجلس عندما يقولون مجلس نواب يقولون مجلس نواب المعترف به دوليا حتى أصبحت صفة ملازمة له الاعتراف الدولي هذا الاعتراف الدولي أيضا تلقى ضربة قوية برفض مجلس الأمن لطلب تلك الحكومة مما يعني ضمنا وفي العراف الدبلوماسية سحب الشرعية منها فأصبح في موقف لا يحصد عليه يعني لم يبقى لهم من الدول إلا مصر والنظام الإماراتي يعني حتى القيادة السعودية الجديدة يعني لا أظن أن هي ستطورت نفسها بدعم بالتدخل في المالف الدولي طيب هذا بالنسبة لي لا شك أن هذا هو مسار المجلس طبرق وما يعتمد عليه لكن أستاذ عبد الروف نرجع لقضية الأسباب الحقية التي وراء تعليق مجلس طبرق يعني مثلا عمر القويري اللي هو وزير الإعلام في حكومة إثنية يقول السبب الرئيسي هو أن تفجيرات القبة هي السبب الرئيسي التي جعلت من هذا المجلس يعلق مشاركته ويقول أيضا أن هناك مسألة أخرى وهي أن المسؤول يوم عما يقع في طرابلس اليوم الذين يقودون الحوار من طرابلس هم في نفس الوقت قادة الحرب يعني هؤلاء متهمون عنده بأنهم من قادة الحرب وبالتالي علق مجلس طبرق هذه المشاركة أخي الكريم هو ليس كل ما يقال له اعتبار وله وزن في عالم السياسة وفي عالم الحدث أو الفعل الحقيقي على الأرض وعليه فإن المسألة الحقيقية هي الخلاف الحاصل بين زعامتين أساسيتين فيما يسمى بمجلس طبرق في هذا التحالف بين المجموعات التي تشكله وهو تحالف القوى الوطنية والفيدراليون والعسكريون بشقيهم كتائب السواعق والقعقاع وما يسمى بجيش الكرامة جيش حفتر وعليه فإن حفتر عندما ذخل لهذه المعارك ووجدوا عنده طموح كبير وطموح شديد في مسألة أن يكون هو الحاكم المتنفذ في ليبيا وحاكم عسكري وهم يعلمون جيدا أنه عندما يزيح خصومه السياسيين من المشهد اللي هم توار ومن معهم وكل الوطنيين سيلتفت إليهم ويمحقهم أيضا يعني وهذا هو الذي ربما التفت إليه محمود جبريل من خلال تصريحات حفتر ومن خلال دخوله ونحن نعلم يعني أنه ذهب إلى الأردن وقابل بعض ضباط المخابرات الأردنية الأسف الإسرائيلية للكيان صهيوني هناك في الحقيقة فإن طموحه السياسي كبير ليس طموح أن يكون قائد عام للجيش لما يسمى بمشروع تحالف القوى الوطنية وأنما هو تعدى كل ذلك وهم عندما شاهدوا هذا وعلموا هذا أرادوا إزاحته من المشهد وفعلا سيزاح من المشهد وليس له إلا الإنصياع والإذعان لأسياده سواء كان في أمريكا أو في بريطانيا والأيام بيننا وسترون أنه سيخرج أن هناك حتى عمليات قضايا رفعت عليه سواء كان في فرجينيا ولا في غيره والآن تصريحات منظمة العفو الدولية وهيوم رايس ووتش وغيره وكذا حتى بخصوص التدخل المصري في ليبيا وقصف درنا هو يقولون للسيسي كف يذك وإلا سنجرك إلى محكمة الجناية الدولية وهذا بالضرورة هو إضعاف لما يسمى بالعمل العسكري والفريق العسكري داخل برلمان لكن تعودنا استاذ عدد الرؤوف بالنسبة للقوة الغربية أحيانا تغض الطرف حتى ولو كانت هناك بعض التصريحات لكن في الواقع ليس هناك رادع حقيقي لتدخل شوف أخي كريم أنا أحب أن أقول أن تصريح الدول الغربية قبل جلسة الاستماع لمجلس الأمن والتي تحدث عنها ضيفك الكريم بأنهم لم يستطيعوا أن يمروا قرار التدخل العسكري هي في الحقيقة أنها أقول أنها نقطة تحول جدري وحقيقي تجاه القضية الليبية بحيث أنهم وجدوا من خلال تقييمهم للأطراف الليبية أن هناك طرف مسؤول بالإمكان الوتوق فيه وبالإمكان التعامل معه يتمثل في المؤتمر الوطني العام والتوار وفجر ليبيا وكل الوطنيين الذين معهم وهناك طرف آخر لا يمكن بأي حال حتى وإن كان خادما لمصالحهم إلا أنهم يدركون تماما صناع القرار في الغرب أن هذا الطرف عبتي ولا يمكن بأي حال أن يحقق لهم مصالحهم على المدى البعيد وهناك قضية أخرى أن الوضع الحالي الرخو في ليبيا هو في الحقيقة يمكن التحكم فيه ويمكن التأثير فيه وممكن معرفة مآلاته أو التنبؤ بمآلاته ولكن عندما يكون هناك تدخل عسكري حقيقي وتدفق قميات كبيرة للسلاح فإن هذا الوضع سينفلت ولا يمكن لأي أحد أن يقرأ أو يتنبأ بما يكون عليه ونحن حدرنا من هذا في لقاءات في تركيا ولقاءات مع شخصيات سواء كان غربية أو غيرها وأن هذا الانفلات سيضر بدول الجوار وجزائر وتونس وسيصل أهيب النار ويلتحم ويصبح جنوب المتوسط وشرق المتوسط كله منطقة غير مستقرة وغير آمنة وعليه فإن هذا فعلا ربما يشكل خطرا على ربيبتهم المسمى بإسرائيل التي تحتل فلسطين من سنة 48 وعليه فهم عندما يمنعون يدركون جيدا الأبعاد الاستراتيجية للانفلات الوضع الأمني في ليبيا وعليه فإن ليس هذا حبا في الليبيين أو كذا وإن كان يريدون أنه ربما بدعم ما يسمى بالحوار بإيجاد حكومة اقتسام سلطة وبقاء طابور الخامس المؤيد لمصالحهم في المشهد السياسي هو خيرا لهم من أن يفقدوا كل شيء وفي هذه من زاوية نظرتك إلى قضية التدخل الخارجي لكن أيضا لو انتقلت إلى استدخالي أيضا محمد الدائري ووزير خارجي الطبرق يقول أنه نرحب بفكرة تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب ويقول قطار العربي انطلق وعليكم تحديد موقفكم مشيرا إلى أن قطر عرقلت التوافق العربي المساند لليبيا وبالتالي يقول هناك خطط ليبية مصرية عربية لمواجهة تمدد الإرهاب في ليبيا مشيرا قضية التدخل هنا وأيضا هناك في موقع ذكر في تخصص التحليلات الاستخباراتية أن هناك الرئيس المصري يريد أو أعطى أوامر للقوات البحرية والمصرية الخاصة للاستعداد لعملية إنزال في درنة هو الحقيقة أن أي تدخل أجنبي وأنا أقول هنا أجنبي منطلق الوطنية ليبيا حتى المصر يعتبر أجنبي إن أكيد نعم فأي تدخل أجنبي في ليبيا هو ليس مصري سيسي يعني تدخل سيسي أي تدخل أجنبي في ليبيا لا يمكن أن يحدث دون ضوء أخضر من إحدى الدول العظمى في العالم وأنا هنا أعني الدول الخمسة الكبرى التي تحدث عندها مقعد دائم في مجلس الأهم وهناك إجماع بين هذه الدول سواء كانت بداية من روس من الصين شرقا إلى أمريكا غربا على رفض أي تدخل أجنبي بسبب المحاذير التي ذكرها الأستاذ عبد الرؤوف لأن المنطقة الوضع الأقليمي يعني وضع هش ورخو للغاية هناك غياب تام للدولة في العراق وفي سوريا اختفت يعني عراق وسوريا لم يعد هناك شيء اسمه إلا في ذاكرة الناس وفي التاريخ لكن على الواقع لا يوجد شيء اسمه سوريا ولا يوجد شيء اسمه عراق وهناك أيضا توتر كبير في شرق أوروبا خاصة في ظل الامتداد الروسي ونجاحهم في إعادة إخضاع شرق أوكرانيا وقد تمتد طموحاتهم إلى غرب أوكرانيا وما وراء أوكرانيا وأيضا هناك الوضع الليبي الذي نعرفه جميعا فالشهد من الموضوع أن المنطقة تمر بحالة من الرخاوة وكأنها أصبحت رمال متحركة أنا اليوم شبهت وفي مقال نشرته اليوم أن الجميع الآن جميع الأطراف مؤتمر وطني وبرلمان منحل وحفتر وفجر ليبيا والسيسي والجميع من بداية من موسكو يعني ترسم قوس يمر بطرابلس الجميع يقف على أرضية عبارة عن رمال متحركة والشخص الذي سيرتبك ويتخذ قرارات متخبطة وعشوائية هو من ستبتلعه الرمال أولا والطرف الذي سيتبت أقدامه ويتحلى بالحكمة والاتزان والثبات هو من سيصمد ويتجاوز المرحلة التي تمر بها المنطقة وأنا أرى الآن أن السيسي بالإضافة إلى ما يسمى بمحور الاعتدال محور كندوليس أرايس هذا يعني السيسي مرورا بتل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الأردنية ودولة الإمارات أراهم أكثر الأطراف التي تتخبط وتتخذ في قرارات عشوائية ولهذا أرى أقدامهم فعلا أصبحت تغوص في الرمال المتحركة التي تحدثت عنها وتكاد تصل لأعناقهم حقيقة فأرى أن لو تدخلوا وحدث ذلك خلافا لرأي القوى العظمى فإن هذه ستكون نهايتهم ليس في ليبيا فقط ولكن نهاية ذلك المحور برمته إذن تبقى قضية القرارات التي تتخذ في المستقبل القريب هي التي تفصل في ثبات هؤلاء أم غرقهم في هذه الرمال المتحركة كما ذكرت لعل نستأذنكم فقط لخروج إلى فاصل قصير ثم نعود باستكمال محاور هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح حول موضوع مستقبل الحوار الوطني نستضيف فيها الأستاذ عبد الرؤوف المناعي والأستاذ خالد الفلاح أستاذ عبد الرؤوف هل يمكن أو هل سيفرض مجلس طبرق شروطه على بعتة الأمم المتحدة بعد تعليقه للمشاركة؟ يعني الآن هناك تصريح للناتق الرسمي فرج بوهاشم اللي هو ناطق الرسمي باسم مجلس طبرق يقول عند اللقاء المقبل مع مبعوث الأمم المتحدة سيطالبون باعتراف الكامل بمجلسهم كأنه المجلس المنتخب والشرعية الوحيدة في البلاد أخي الكريم لا يمكن أن يفرض الضعيف شيء لو لا هذا الإبقاء على هذه الورقة من قبل برناندين اليون ومجلس الأمن على أن مجلس طبرق هو المجلس المنتخب ما كان ليبقى هذا المجلس بعد حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وإبطال وجوده وإبطال حتى وثيقة فبراير اللي نشأ عنها هذا المجلس أصلا يعني وعليه فإن من يملك أوراق الضغط هو برناندين اليون وليس مجلس النواب أنت تستجد العطف منهم حتى تبقى في المشهد السياسي وهم يبقونك في المشهد السياسي لأنك قدمت تنازلات لأجل الحفاظ على مصالحهم والإبقاء على مصالحهم وربما هناك حتى صفقات في الخفاء هذا هو عالم السياسة أن هناك أحيانا تكون حتى اتفاقيات وعليه فإن هذه التصريحات ربما هذا الشخص لا يدري ما يقول ولا يدرك حقيقة هذه التصريحات وسيستبعد يعني سيأتيها أحد من الأعضاء الفريق ويقول له أنت لا تتكلم في المستقبل ولا يمكن بأي حال أن نسمح بأحد أن يتكلم أو ينتقد إلا إذا كان في لعب التبادل الأدوار بين ما يسمى بمجلس طبرق وما يسمى ببعث الأم المتحدة للدعم في ليبيا فسمعنا مرارا وتكرارا زمان المقبور وحتى إيران تقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وهي تتحالف وتمرر معهم تحت الطاولة ما يريدون ما كانت أمريكا لتدخل للعراق لو لا تلك الاتفاقية السرية التي عقدت بين إيران وأمريكا لدخول أو غزو العراق وعليه لا يمكن بأي حال من ناحية حقيقية فعلية أن يفرض ما يسمى بمجلس طبرق هناك عند حفتر أي شيء طبعا اليوم حاول عدة مرات أنه يسوق لمجلس طبرق بقدر الإمكان ويهمش المؤتمر الوطني ويغلب طرف على طرف وحتى اتهمه باتهمات في ذلك لكن أستاذ خالد فلاح قضية أن هذا التخبط في مجلس طبرق في التصريحات هناك ببكر بعيرة وعضو في لجنة الحوار يعارض هذا التعليق ويذكر أشياء حتى انتقد التحالف وإدائه في المؤتمر الوطني وفي نفس الوقت نجد أطراف أخرى تندد بالحوار وتصرح من حكومة عبدالله الثني يذكر لعمر لقويري نفس الشي يقول هذا الحوار فاشل وقد ولد ميتا نعم كما ذكرت في أول مداخلتي أن مجلس المنحل في طبرق يواجه تحديات وهناك احتمال انفجار المجلس من الداخل والمقصود بالانفجار المجلس من الداخل هو حالة الانقسام السياسي التي يعانيها المجلس يعني هناك تياران رئيسيان في المجلس في تيار أو لنقول ثلاث تيارات في ثلاث تيارات أولا تيار الفيدرالي بقيادة أبو بكر بعيرة وأغلب نوابه من المنطقة الشرقية وهذا التيار له وزن وثقة لبأس به وهو صاحب فكرة الذهاب بالبرلمان لطبرق وهناك التيار دعنا نسميه التيار العسكري وأهم أعضاء طبعا طارق الجروشي ابن سقر الجروشي وغيره من الأعضاء وهذا تيار يعني يعبد حفتر والعياذ بالله يعبده عبادة وهو من يدفع بتولي حفتر لمنصب قائد العام للجيش ولا يستغرب يعني أنه حتى يستمر وهو يدعم انقلاب عسكري إن حدث وهو احتمال قريب جدا وهناك التيار الثالث وهو تيار التحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل وهذا التيار يسيطر على رئاسة المجلس لأنه يعني هو اعترف التحالف في بيان كان في شهر ستمبر الماضي أن عقيلة صالح وصل لرئاسة البرلمان بسبب تصويت كتلة تحالف القوى الوطنية وأيضا الناطق الرسمي باسم البرلمان سيد فرج بوهاشم وهو نائب يعني عن منطقة شحات أيضا من تحالف القوى الوطنية هو الآخر وحكومة اتني أيضا جاءت بترشيح من تحالف القوى الوطنية فهذه التيارات الثلاثة هناك اختلاف جوهري في رؤيتها للمشهد الليبي حفتر يريد الانقلاب والوصول للسلطة في البداية على أنقاض الليبيين ولا أستغرب يعني أن يصل على أنقاض البرلمان وأنا دائما ما أقول أن نهاية البرلمان هذا قد تكون على يد حفتر وهناك تيار آخر يعني التيار الفيدرالي لا يهمه الحوار بقدر ما يهمه المصلحة الجهوية وهي مصلحة قليم برقة نفسا لو حصل على حصة ترضي أقليم برقة مع تحالف القوى الوطنية يتحالف معه لو رأى فيه المؤتمر الوطني يوفر له ما يريد سيتحالف مع المؤتمر الوطني لو رأى في حفتر طبعا لن يجد في حفتر شيء لأن حفتر حسب المنطلق الفيدرالي محسوب غرباوي زي ما يقولوا يعني فاحتمال أن يتفق الفيدراليون مع حفتر احتمال 0% لكن هذا الخليط الذي ذكرت الآن هل مصلحته السير في طريق الحوار أم الاتجاه العسكري أنا أرى أن التيار المؤيد لخليفة حفتر لن يوافق على الحوار بأي شكل من الأشكال ومستعد لبدل أي شيء لإفشال الحوار وخرج سقل جروشي وقال نحن مستعدين لقصف البرلمان يعني جاء بلهجة تهكومية ولكن هذا يعني تخفي تهديدات فهذا التيار لن يسمح بقيام أي حوار بالنسبة للتيار الفيدرالي كما ذكرت يعني لو وجد في الحوار يوفر له بعض المكاسب لإقليم برقة فسيسير في مسار الحوار أما لو وجد أن الحوار قد يضر بمصالح الإقليم فيعارض يعني موقفه غير واضح بالنسبة لمحمود جبريل والتيار تحالف القوى الوطنية يوافق على الحوار أنا أرى أنهم سيوافقون على الحوار من أجل الوصول لحكومة وحدة وطنية يعني تضمن مصالحهم المالية لأنه في الأساس تحالف القوى الوطنية وتحالف رجال أعمال طيب أستاذ عبد الرؤوف في هذه الحالة الآن موقف الذي تعليق المجلس طبرق للحوار والآن المؤتمر الوطني دعا مبعوث الممتحدة للحوار وكذلك حتى المجلس طبرق لكن هناك تهديدات صدرت من مبعوث الأمم المتحدة لمن يعرق الحوار سيتعرض لعقوبات هل يمكن أن نرى هذه العقوبات الآن تسلط على مجلس طبرق أم هناك شيء آخر أخي الكريم المقصود بهذه التهديدات هم التوار هم الوطنيون هم المؤتمر الوطني العام برناندين اليون عندما يتحدث عن هذا وهو تدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية وهو تدخل يخالف مبادئ مثاق الأمم المتحدة أخص بالذكر هنا هذه التصريحات تخالف خمس مبادئ المبدأ الأول مبدأ السيادة أحترام السيادة مبدأ المسواف السيادة مبدأ عدم التدخل في شيء داخلية مبدأ عدم التهديد بالقوة أو استخدام القوة مبدأ احترام النظم الدشتورية برندين اليون يضع كل هذا وراء ظهره ويمضي قدما بتجاهل حكم المحكمة والتدخل المباشر ونحن رأينا يوم الخميس الماضي حقيقة اجتماع من قبل سليم رعد وهو المسؤول العسكري في البعتة بقيادات منفجر ليبيا وهنا اكرر التحذير الذي كان من خلال هذا المنبر لقادتنا وقادتوارنا يجب ان لا يخرجوا من المربع العسكري الى المربع السياسي لان هذا فخ ونحن نحدرهم من ذلك لانهم يريدون نزع الشرعية ونزع الغطاء عنهم حتى يمكن استدراجهم الى هذا المربع ومن ثم يأما فرض بعض الشروط وبعض الاملاءات عليهم او تهديدهم بجرهم لمحكمة الجناية الدولية وعليه فانا هنا اكرر تحذيري لكل قادتنا التوار ولكل كثائب التوار سواء كان في الوطية او في جبل نفوسة او في بنغازي او في الهلال النفطي بعدم الذهاب الى اي اجتماعات مع كائن من كان سواء كان برناندين وليون او غيره وعليه فان عملية القفزة اللي يفعلها برناندين وليون مجلس تبرق يعلق الحوار ثم يبعت احد المبعوثين في نفس اليوم اللي كان فيه مقرر الاجتماع في المغرب الى زوارة ويجتمع في الزوارة وهذا تلاعب وانا ايضا اوجه رسالة من خلال هذا المنبر للاخوة لجنة الحوار في المؤتمر الوطني العام ان هذا تدخل سافر اذا كان برناندين وليون والبعتة تعتقد ان هناك طرفان للحوار وقد اقر اليوم بذلك ان المؤتمر الوطني العام طرف وما يسمى بمجلس تبرق المنحل طرف اخر فلماذا يذهب الى القادة العسكريين وهذا خرق كبير ينبغي ولعل هنا كانت الدعوة هي في الاساس لتوجيه تساؤل لماذا تم تجميد الحوار وايقاف الحوار بينما في جنيف عندما علق المؤتمر الوطني العام المشاركة في الحوار كانت هناك اجتماعات تعقد في جنيف فكان الاجتماع الاول بالسياسيين ثم الاجتماع بالبلديات والعمداء البلديات وعليه فلماذا الان انت توقف الحوار ولا تجري اي حوار مع اي شخصيات ونحن علمنا في ذلك عندما تابعنا وجدنا ان شخصيات خارج ما يسمى ليسوا هم لا يحملون الصفة ولا الاختصاص في المؤتمر الوطني العام ولا ما يسمى بمجلس النواب المنحل ولم يتم ترحم كأطراف للحوار من قبل المجلس تبرق المنحل وعليه فان هذه العملية انا قلت من البداية ليس مأمولا منها اي شيء ولن يحدث اي شيء وان خلاصاتها في الحقيقة هي حكومة اقتسام سلطة بين الطرف فهي اللي ابقى الطابور الخامس كما قلنا للسفير البريطاني هما خسنوه في الحرب يكسبونه عن طريق السياسة وهذه هي في حقيقة المفاوضات اللي كان يجراه هنري كيسنجر وهنري كيسنجر بعد نصر اكتوبر سنة 73 حول هذا النصر العسكري الى هزيمة سياسية بتوقيع اتفاقية كام ذيفيد وانا هنا احدر المؤتمر الوطني العام واحدر التوار ان هذا هو المقصود من هذا الحوار الذي يقوده برناندين ونيون عندما ننظر في الحقيقة الى كل تدخل الامتحدة اي تدخل الامتحدة في اي قضية من القضايا واخص هنا بالذكر قضية فلسطين نجد انهم جعلوا قضية فلسطين هي قضية انسانية وشكلوا لها منظمة تسمى منظمة غوت اللاجئين اللي هي الانروا وجعلوا هناك قبعات زرقاء قوات حفظ سلام بين على حدود فلسطين لحفظ سلام الكيان الصهيوني المحتل وعليه فان كل المفاوضات وانا هنا استغرب من بعض من يظهر علينا في وسائل اعلام مثلا سيد صلاح الشلوي وهو من فريق ليبيا الغد يقول يجب عدم وضع اي ملف قانوني على الطاولة لا يدري هذا المسكين انه يفرط في الحقوق ويفرط سناتي لهذه النقطة قضية الخلاف بين النشاطاء السياسيين والحقوقيين في قضية الحوار لكن هذا استاذ خالد الفلاح يعني لو انتقلنا الى المحور الاخر وهو قضية المؤتمر الوطني ودوره في الحوار ادارة الحوار هل ترى ان المؤتمر الوطني الى هذه اللحظة نجح في ادارة الحوار ام انه رفع شعارات ثم تخلى عنها هو المؤتمر الوطني من ناحية تعاملهم مع برناردين وليون وتعاملهم مع الحوار بشكل عام انا شخصيا وهذا رأي الخاص يعني ارى انه نجح بشكل كبير في ادارة الحوار ووضع برناردين وليون في موقف محرج للغاية عندما رفض الذهاب الى جينيب واكتشف بعد ذلك برناردين وليون ومن وراءه ان اي حل دون وجود المؤتمر الوطني لا يساوي حتى الحبر اللي يكتب عليه يعني نعم فقرار مقاطعته لجينيف كان قرار صائب وايضا قرار موافقته على الحوار بعد ذلك كان قرارا صائبا ايضا نعم في السياسة عندما تضع شروط هناك شروط يمكنك التخلي عنها ولا وتضعها في الغالب يعني من اجل المزايدة ومن اجل الرباك الخصم يعني فقط ليس الا انا ارى ان المؤتمر الوطني وضع شرط ان يكون الحوار داخل ليبيا وهو يعلم في المستقبل انه يتنازل عنه يعني حتى يضعف الخصم ويظهر ان المؤتمر الوطني قدم تنازلات ولكن الطرف الاخر لم يقدم تنازلات وحسنا فاعل يعني من ناحية سياسية هو موقف مقبول وان كان بعض العاطفيين يعني روضوا خذلان وتنازل ولكن يعني اراه انه ليس بذلك الامر بقدر ما اراه يعني حنكة وذكاء من المؤتمر الوطني نعم فقاطعات المؤتمر للجينيف كان صائب وتوجهه لغدامس ايضا كان صائب وتوجهه للمغرب كان صائب والان طلب استداعه برناردينو ليون بالحوار ايضا قرار صائب يعني ولكن ما ينقص المؤتمر الوطني للأسف هو تفاعله مع الداخل ومع الخارج ايضا نرى ان المؤتمر الوطني يعيش في حالة انعزال يعني داخلية وخارجية هو التواصله مع النشطاء وعدم تشكيله لمستشارين طيب هذه سناتي اليها النقطة هذه النقطة ونعود الى الاستاذ عبد الرؤوف للتعليق على هذا لكن يكون هذا بعد الفاصل نخرج الى الفاصل ثم نعود ايضا ايها الاخت المشاهدون فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد استاذ عبد الرؤوف الاول شيء نريد تعليقك على ما تفضل به دكتور الاستاذ خالد فلاح في سياسات التفاوض ليس هناك شيء بدون ثمن يجب اخذ ثمن عن كل خطوة اما ان تسقط اوراق لعبة التفاوض من يدك هكذا مجانا فهذا ليس من التفاوض في شيء هناك ايضا عندما نجد الاسس التفاوض العشر واللي هو اطار تفاهم اذا كان نحن تفهمنا فيما بيننا ان يبقى الحوار داخل ليبيا فينبغي ان نلتزم بهذا الاطار اطار التفاهم هذا لان نقل الحوار في الخارج في الحقيقة هو اعطاء يعني الدولة التي تستضيف او المجموعة المضيفة للاطراف وسيلة ضغط على كل الاطراف من اجل تمرير اي اشياء وهذا لاحظناه جنيا في كل المفاوضات التي حصلت بين الطرف الفلسطيني وما يسمى بالطرف الصهيوني اللي هو محتل فلسطين فنجد ان ياسر عرفات مورست عليه ضغوط في كام ديفيد اتنين مورست ايضا ضغوط اخرى في اتفاقية اوصلو وانا اتعجب هنا كثيرا من انها سمعت بعض الناس يتحدث عن وسائل اعلام ويقول يجب ترك المسائل الخلافية جانبا وهنا اقول ان تركت ان المسائل الخلافية اذا على اي شيء نتفاوض هل نتفاوض على المتفق عليه لا يمكن باي حد وعليه فنجد حتى هنري كيسنجر عندما تعرض للحجم الضغوط وهذا موجود في الحقيقة ينبغي ان يقرأ الساسة او من يتعرض للسياسة في ليبيا كتب كيسنجر والمفاوضات كام ديفيد بالنسبة المؤتمر الوطني هل ترى انه ايضا اسقط شرط الاعتراف بحكم المحكمة لا لا لم يسقط ولكن هناك بعض التصريحات تشكل هواجس وتشكل خيفة لبعض المتابعين مثلا التصريح اللي انها خطوة اولى حكم المحكمة وانها الصراع هو صراع سياسي وهنا اقول ان في الحقيقة سمع التصريحين لسيد الشلوي سيد الشلوي يستبعد القضية القانونية تماما ولا تطرح ملفات قضائية نريد المؤتمر وطني الان صراح استاذ صلاح الشلوي ليس نعم 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 ربما يؤثر هذا على بعض الاعضاء المؤتمر ونجد ان بعض التصريحات تقول بان الخلاف سياسي ونحن ماضون من اجل حل المشكل السياسي هذا حصل في الكلام العام من التصريحات التي التي يديها بعض اعضاء المؤتمر او بعض اعضاء لجنة الحوار وعليه يجب ان نتمسك بمسألة المسألة القانونية ومسائل الحقوق لان مسائل الحقوق هي المسائل اللي بالامكان انك انت في اخر لحظة انك انت تنسحب وعليه فان ياسر عرفات في كام ديفيد الثانية قال انا لا لا يمكن باي حال ان اغضب شعبي وان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يقبل بمثل هذه الشروط وعليه عندما تعرض هنيري كيسنجر لهذه المسألة قال ان ياسر عرفات لم يرد ان يشعل غضب شعبي فيجب دائما ان نبقى ورقة التوابط في ايدينا لا نسقطها ابدا ولا نتنازل عنها ابدا وهذه من استراتيجيات التفاوض قلنا يعني يجب ان يكون هناك اخذ ثمن عن كل خطوة نخطوها وهناك شيء اسمه الغموض البناء يجب ان لا يعلم الخصم عن ما اريد انا في الخطوة القادمة او في اللقاء القادم وقلنا ان الاخوة في المؤتمر الوطني العام هناك ملفات تأزيم وهناك ملفات انفراج عندما اجد ان النوايا حسنة والمفاوضات ماشية بشكل سلس وشكل سليم وان فعلا فيه جدية حقيقية نحو الوصول الى بر الامان فدائما نعطي الملفات التي هي ملفات الانفراج وملفات التي هي تدعم هذه الخطوة وهذا مما يسمى بتعزيز اجراءات التقى بين الاطراف في كل مرحلة من مراحل يجب ان نفعل ذلك ولكن اذا كان وجدت هناك خذاع وهناك لؤم وهناك خبط وهناك وهناك لان حتى التفاوض احيانا يكون التفاوض لكسب الوقت يعني لما نرجع نقر استراتيجيات التفاوض هناك حوالي خمسة استراتيجيات للتفاوض يجب على المفاوض المؤتمر الوطن العام ان يمتلك كل هذه الادوات وان يذهب الى طاولة الحوار وطاولة التفاوض بكل ثقة ويجب ان لا يتنازل عن التوابط هذا هي حقيقة معركة وطريق شاق بالنسبة المفاوضات نعم معركة ليست بالسهلة ربما تفوق معركة السلاح لان مبدأ معركة السلاح هو خطط عسكرية عقلية ومنتهها على الميدان ولكن التفاوض تمارها في هذه نعم التفاوض هو معركة عقلية سياسية فتبدأ من التخطيط لهذه المعركة ثم خوض الحوارات ثم الردود ثم المشاورات ثم التأجيل ثم إلى آخره فهي من أصعب المعارك حقيقة وننسميها من ضمن المعارك العقلية أو المعارك الاستراتيجية طيب يا أستاذ خالد الفلاح قضية ما هي الشروط المؤتمر التي لا يمكن التنازل عنها بكل حال من أحوال هناك شروط يمكن التفاوض فيها ويجعلها بدائل لكن هناك ثوابت صحيح أهم شرط الذي لا يجب على المؤتمر الوطني أن تنازل عنه وحتى لو تنازل عنه فإنه في ذلك الحال لا يمثل إلا نفسه وسيفقد أي دعم شعبي يتمتع به الآن كما ذكر باستاذ عبد الروف المناعي أن الزعيم ياسر عرفات كان مدركا لتلك الحقيقة ورفض أن يتنازل على شيء قد يفقده مشروعيته الداخلية وهذه حقيقة يجب على المؤتمر الوطني أن يعلمها أن دعم جماهير الساحات المستمر وثقة الثوار في المؤتمر الوطني تستمر باستمرار المؤتمر الوطني على التوابط الوطنية أما في حال أخل المؤتمر الوطني بتلك التوابط فلنقلوا بالعمية يمشوا يطبرق ويقعم بروحهم ما هي المانع المهم فمثلا عندك حكم المحكمة العليا هذا أحد أركان الذي لا يجوز عفوا للمؤتمر الوطني أن يتنازل عليه لأن في التنازل عليه هدم لمبدأ أساسي وهو مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القانون واحترام حكم المحكمة فلو قامت أعلى سلطة تشريعية بانتهاك حكم أعلى سلطة قضائية يعني لا تحدثني على دولة نقولك ليبيا لن تقوم فيها دولة حتى 50 سنة لقدام يعني يكون قد سنة سنة سيئة وهو وضع الحكم المحكمة ضمن المحكمة سياسية طيب في هذه النقطة ألا يصطدم هذا تعتبرك مثل الصخرة أمام استمرار الحوار لأن الطرف الآخر أيضا يطالب بأنه هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد صحيح ولكن هناك طرق للالتفاف على الطرف الآخر وهناك طرق للالتفاف حتى على الأمم المتحدة وهذا ما يجب على المؤتمر الوطني إدراكه أول حاجة لازم تعرف كما ذكرت أن البرلمان المنحل شرعيته الدولية بدأت تتأكل ولا استغرب أن تتلاشى مرة واحدة فحينئذن سيكون خصم المؤتمر الوطني من يجلس معه على طاولة الحوار في الحقيقة هو برناردينو ليون سيتحول من راعي إلى طرف يعني هو الآن أصبح طرف ولكن طرف غير معلن المستخبض قد يكون طرف معلن صحيح برناردينو ليون يمتل سياسة الدول العظمى هو لا يمتل نفسها هو مجرد موظف يعني المشكلة ليس برناردينو ليون ولا في طارق متري ولا في عبد الراوف المناعي ولا في خالد الفلاح لو افترضنا أن خالد الفلاح وحبد الراوف المناعي في مؤمن المتحدة هذا شخص يمثل إرادة الدول العظمى ورؤيتها للمنطقة فلو نجح المؤتمر الوطني في إحداث خارج لكن هو تقاريره التي يقدمها يبنى عليها أيضا ليس خارج المعادلة لا هو يتم تضخيم منها هي تقاريرها لا يوجد تلك الأهمية التي نتخيلها رأينا اختلاف الأداة بين طرق متري طبعا واختلاف الأداة لأن في ذلك الوقت القوى الدولية كانت لها رؤية ولكن الانقلاب العسكري في مصر كان زلزال لم يهز مصر فقط ولكن هز العالم وأنا لا أبالغ عندما أقول أنه هز العالم انقلاب العسكري في مصر هز العالم وقلب الموازين رأسا على عقب وغير من التحالفات بشكل كبير جدا هو زلزال بكلمة عنه الكلمة من معنى فسيد بن رديون الليون جاء في ظل نجاح التورة المضادة في مصر نجاح مقطع النظير حقيقة وتوجيه ضربة قوية ليست قاضية ولكنها قوية لمشروع التورات وظن أن لديه الزخم الكافي لإجهار التورة ليبيا ولكن بسبب صمود التوار وصمود المؤتمر الوطني وصمود جماهير الشعب الليبي نجحوا في كسر تلك الموجة الجارفة التي كانت قادمة من مصر وهناك معطيات جديدة يجب على المؤتمر الوطني أن يعيها ويعلم أن لديه هامش كبير جدا للمناورة والالتفاف على برناردين وليون طيب استاذ عبد الرؤوف أيضا مسرة الآن المؤتمر الوطني في قضية إدارتي للحوار هناك تصريحات بأن هناك لجان أو لجنة التواصل ويوجد بعض أخذ جمع آراء النشاطاء أو الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني هل هذا قام به المؤتمر الوطني أو شيء من هذا والله ربما يكون هناك بعض التواصل وحدث في البداية تواصل مع مكونات المجتمع المدني والتوار لصياغة الرؤية حول دخول الحوار من عدمه كيف يكون الحوار ولكن أظن فيما بعد ينبغي أن لا ينسح بالمؤتمر الوطني العام وأن لا يستفرد بالقرار يجب أن يبقي قنوات التواصل هذه موجودة ويجب أن لا يقطع أمرا دون الساحات ودون المجتمع المدني ودون التوار لأن في الحقيقة نحن في مسار واحد ونحن في خندق واحد وعليه حتى مسألة الرجوعة هذا يعطي دعم للمؤتمر الوطني العام ويصلب موقف المؤتمر الوطني العام ويجب أن يختار من النشطاء السياسيين أو غيره ويكونوا معه موجودين في الغرف الجانبية للتشاور هناك شكوة في حوقد ملتقى من أسبوعين أو عشرة أيام ماضية في ريكسوس حول الموضوع هذا ودعم المؤتمر الوطني ولكن مؤسسات المجتمع الوطني اشتكت المجتمع المدني اشتكت من قضية عدم التواصل وعدم التشاور بل والإهمال من قبل المؤتمر الوطني هو ربما نحن بأنفسنا يعني حقيقة طلبنا من الخميس ما قبل الماضي بأن نلتقي مع نجنة الحوار ولكن لم يتسنى ذلك ربما يكون للوقت ربما يكون لكذا إلى آخره ولكن كان الهدف حتى عندما أبلغنا الإخوة هو الهدف دعم المؤتمر وتصليب موقف المؤتمر واقتراح بعض الشخصيات بأن يكونوا مرافقين كمستشارين سياسيين للمؤتمر نحن نعلم حين كثهم ونعلم درايتهم بالموقف الدولي والموقف الإقليمي والأبعاد السياسية وعليه فإنها قلنا أن المؤتمر يجب ألا ينفك عن قاعدته إذا كان ينفك عن هذه القاعدة مثل ما قال السيد خالد اللي هو الساحات واللي يخرجوا في 30 جمعة إلى الآن والتواب في الجبهات وأيضا منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية اللي هي تقف معهم على نفس الخندق وعلى نفس المسار ينبغي أن هذه الجهود كلها يتم التأليف والتناغم فيما بينها حتى تكون دائما باستمرار عندما ينظر إليك الخصب أو ينظر إليك المجتمع الدولي والحقيقة أقولها بكل وضوح وبكل صراحة أن خروج الليبيين يوم 17 فبراير للاحتفال بثورتهم هذا الذي بيّن حقيقة أن هذه التورة وهذا المساء لا يمكن بأي حال كسرة ولا يمكن بأي حال وأن هذه الحاضنة الشعبية العريضة في ميدان الشهداء وفي كل المدن التي خرج فيها أبناء ليبيا الأحرار لدعم هذه التورة وهذا الموقف هو سك اعتراف واضح وصريح بالمؤتمر الوطني العام وبالمؤسسات الشرعية الموجودة وبالمسار السلمي الديمقراطي وتمسك بأهداف تورة 17 فبراير وعليه فأن قرأ صانع القرار الغربي هذا المشهد وكان هذا البيان من الدول الغربية لفرملة ما تبديه مصر من مجلس الأمن عبر الأردن إلى آخر طيب لكن أستاذ خالد أيضا المؤتمر الوطني له بعض العذر عندما ننظر في النشطات السياسيين والوقت الحقيقة يدهمنا باختصار شديد يعني هناك خلاف كبير حتى بين النشطات توجهات مختلفة وراء مختلفة بعضهم يرى حتى عدم طرح أن ينحى الملف الحقوقي جانبا ولا يقاضى أحد بالنسبة لطرح الملف الحقوقي هذا يعني رأي شاذب ولا يعتد به يعني فلا راه يمثل إلا الشخص الكريم الذي يتفضل به فقط ولكن هذا الاختلاف بالعكس هو قد بقدر ما يكون يعني أحد مورد للشقاق ولكنه في نفس الوقت إذا تم توظيفه بشكل سليم فإنه قد يكون يعني دعم للمؤتمر الوطني ودعم للمسيرة لأن اجتماع النخب والمثقفين والنشطاء وجلوسهم على طارلة واحدة وإحداث ما يسمى يعني بالعصف الدهني بين النخب سينتج رؤية وعمل مشترك عفوا سينتج رؤية وبرنامج مشترك يمكن تطبيق على أرض الواقع وهذا ما يعزز من موقف المؤتمر الوطني يعني يمكننا نراه من هذا المنظور وليس من المنظور الآخر كما ذكرت أن البرلمان يعاني محارة انقسام وتكاد تفجره من الداخل فإن أفضل رد على تلك الفوضى التي يشهدها البرلمان المنحل هو وحدتنا فلو توحدنا نحن واتسمنا بالحكمة والهدوء والثبات كما ذكرت في الرمال المتحرك التي تعيشها المنطقة فلو اتصفنا بالحكمة المطلوبة يعني أرى أن المؤتمر لديه الكثير من أوراق القوة التي إذا ما أحسن توظيفها فإنه سيضمن استمرار ونجاح الزخم التوري طيب في هذه الحلقة لا شك أن لا زال عندنا بعض المسائل نريد طرحها ولكن دهمنا الوقت ولا يسعنا في آخر هذه الحلقة إلا أن نشكر الأستاذ عبد الروف المناعي المناشط الحقوقي وكذلك الأستاذ خالد ألف الله المحلل السياسي نشكركم على ما تفضلتم به في هذه المساهمة وكما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر